مرحبا جمهورنا الكريم أهلا وسهلا بكم فانتازي العراق البارت الثاني هذا البارت راح نقدم لكم خمس اندي إن شاء الله اختارينا من كل نادي اختارينا خمس لاعبين فقط عندنا نادي أخير بلاعبين أكثر يعني راح تحتاجهم تشكيلتين راح نوضح لكم ملاحظة لعبة الفانتازي هي لعبة حظ يعني أنا خاف أن أقول لكم صورة عن ترشيح اللاعبين من يكونون بتشكيلتك باللعبة لكن هو راح يبقى الحظ ان انت راح تنجح او ما تنجحي لعبة حظ بالأول الأخير تكون تصيب وجوز تخيب فان شاء الله كل التوفيق لكم بالموسم الجديد راح ندي بالنادي الأول هو نادي برايندفورد اختارينا من عنده خمس خيارات أولا المهاجم توني سعره سبعة مليون باون سترليني و حقه خوش نقاط أيضا عندك الحارس راية من أفضل الخيارات أكثر اللاعبين ذاك الموسم اعتدوا عليه سعره أربعة ونص مليون باون سترليني و المدافع كونس سعره خمسة مليون باون سترليني و عندك الخيار الرابع جونسون المدافع سعره أربعة ونص مليون باون سترليني طبعا جونسون ذاك الموسم وأنا استخدمت أكثر من جولة و جاب خوش نقاط أخيرا عندنا المهاجم مهاجم باون بي سعره ستة مليون باون سترليني و حقه خوش نقاط ننتقل إلى النادي الثاني هو نادي برايتون نادي برايتون أيضا حقه خوش ذاك الموسم و حقه خوش نقاط بعض اللاعبين الخيار الأول هو المدافع كوكورلا السعره خمسة مليون باون سترليني حقه مية وستة وعشرين نقطة اللاعب الثاني تروسيرت لاعب وسط سعره ستة ونص مليون باون سترليني طبعا كروكير حقه مية وستة وعشرين نقطة تروسير حقه مية وواحد واربعين نقطة خيار جيد الخيار الثالث واللي أغلب اللاعبين اعتمدوا عليه هو الحارس سانشيز سعره مناسب اربعة ونص مليون باون سترليني وحقق مية وستة وعشرين نقطة الخيار الرابع مومبي سعره ستة ونص ستة مليون باون سترليني وحقق ثمان وتسعين نقطة الخيار الخامس والاخير هو بيلتمن وحقق ايضا خمس وتسعين نقطة سعره اربعة ونص مليون باون سترليني نجي الى النادي الثالث اللي هو نادي ليزيو نايدو نادي ليزيو نايدو تعرف كان عند المدرب قبل ما يقلوه هو باتستا الارجنتيني عوضوا بمدرب جديد لكن عنده بعض اللاعبين عندك المهاجم باون فورد سعره سبعة ونص سبعة ونص مليون باون سترليني طبعا باون فورد يتعرض الى اصابة لكن هذا الموسم سيعود بقوة عندك لاعب خط الوساط سعره ستة مليون باون سترليني وحقق خمينة تقريبا 137 نقطة تقريبا عندك الخيار الثالث الحارس مسلر سعره أربعة ونص مليون باون سترليني وحقق 106 نقطة الخيار الرابع اللاعب الوسط رودريغو سعره ستة مليون باون سترليني حقق 85 نقطة اللاعب الاسباني الخيار الاخير هو سعره أربعة ونص مليون باون سترليني حقق 60 نقطة الموسم الراحي هاي افضل خمس خيارات تقدر تختارها من نادي ريز يونيتد النادي الرابع هو نادي ويلبر هامتوند نادي ويلبر هامتد عنده لاعبين جيدين وكبعض اللاعبين انتقلوا الى غير دوريات لكن ان شاء الله خوج خيارات ان شاء الله ستفيدكم منعبهم الخيار الاول هو المهاجم خيمنيز سعره سبعة مليون باون سترليني وحقق تقريبا 90 نقطة وعندك الخيار الثاني ساء الحارس سعره خمسة مليون باون سترليني وايضا حقق خوش نقاط يعني كان اغلب خيارات اللاعبين عندك الخيار الثالث موتين هو لاعب الوسط سعره خمسة مليون باون سترليني وحقق 96 نقطة الخيار الرابع كودي سعره خمسة مليون باون سترليني وايضا نحقق نقاط جيدة تقريبا 127 نقطة الخيار الاخير هو الخامس والاخير لنادي ويلفر هامتون هو نيبس سعره خمسة ونص مليون باون سترليني وحقق 95 نقطة نجي الى النادي الاخير وهو احنا رح نختار لكم كل بارت نادي انخصص لوقت كثير وهو نادي ليفربول طبعا نادي ليفربول عزز فريقة باكثر من صفقة لكن ابرزها هي صفقة المهاجم لكن تبضي الخيارات ليفربول ثابتة الاكثر لاعبي الفانتازي يستخدموها الخيار الاول هو اللاعب خط الوسط العربي المصري محمد صلاح سعره 13 مليون باون سترليني وحقق 265 نقطة يعني هذا خيار ثابت لكل اللاعبين الخيار الثاني المدافع الكسندر ارنود سعره 7.5 مليون باون سترليني وحقق 208 نقطة طبعا كل اللاعبين رح يعتمدون على صلاح الكسندر ارنود الخيار الثالث واللي جابوه بالموسم الماضي بالفترة الشتوية لويسي دياس سعره 8 مليون باون سترليني حقق 64 نقطة طبعا كل اللاعبين جابوه ذاك الموسم واعتمدوا عليه عندك الخيار الرابح هو روبورتسون المدافع السكتلندي سعره 6.5 مليون باون سترليني وحقق 186 نقطة خيار جيد وعندك خيار الخامس فانديك المدافع الهولندي سعره 7 مليون باون سترليني حقق 183 نقطة خيار السادس الحارس اليسون سعره 5.5 مليون باون سترليني وحقق 176 نقطة سبعة المهاجم الجديد القادم سعره 9 مليون باون سترليني سعره 9 مليون باون سترليني سعره 9 مليون باون سترليني خيار الثامن سعره 9 مليون باون سترليني حقق 175 نقطة طبعا هنا نتحول مركزه من الوسط للمهاجم سيكون خيار جيد الخيار التاسع اللاعب الاسباني تياغو الكنتارا سعره 5.5 مليون باون سترليني وحقق 69 نقطة الخيار الأخير المدافع ماتي سعره 6 مليون باون سترليني وحقق 170 نقطة طبعا نجي هنا نوضح لكم على لاعبين ليبربول لازم يكون بتشكيلتك بين اللاعبين الى ثلاثة متواجدين بتشكيله ستلعبها المداية للمبارياتهم بالمتناول اليد ولازم تعتمد عليهم فأنا أفضل تختار بين صلاح وأليكسندر آلنود وروبرتسون والحارس أليسون ودراونك نينوز أيضا جيد وعندك المدافع والمهاجم يعني إذنني إذا تختار اثنين أو ثلاثة من عندهم إن شاء الله سيحقوا لك شيء شكرا لكم تابعتونا بالبارت الثاني وانتظرونا بالبارت الثالث وإن شاء الله تستفادون من معلوماتنا على لعبة الفانتازي تابعونا و لا تنسوا بالاشتراك بالقناة واللايك والتعليق إذا حبيت ذلك شكرا لكم شكرا لكم